في دوريات كبيرة في العالم زي الدولة الإنجليزية بيدفعوا مبالغ مالية طائلة وكبيرة تمام؟ جيرانهم جيرانهم دول إيطالي، دول الفرنسي دول إسباني، الدول الإلماني ما يقدروش يدفعوا المبالغ اللي بتتدفع في الدولة الإنجليزية بيستثناء يعني ممكن نادي في كل دورة من دول أو الناديين بالكتير تمام؟ تمام بيعملوا بقى الدوريات التانية دي أنا مش هادر أدفع أنا مش هادر أدفع ومش عيب مش كل الدوريات بتدفع فلوس بهايزة أنا مش هادر أدفع مش هشتغل لعب أنا بـ 100 مليون ولا بـ 150 مليون في فرنسا ولا في ألمانيا تمام؟ بس بيعملوا إيه؟ اشتغلوا لقطاعات الناشئين يقعد يدور على لعبين صغيرين موجودين في العالم زي ما عمل كده ريال مدريد ريال مدريد يا جماعة النادي اللي معروف رئيسه برونتينو بيريز اللي كان روح مطلع الفلوس اللي عيب ده حلو هاتوا مية وخمسين هاتوا مية هاتوا مش عارف بكام كان مغرق العالم فلوس تمام؟ جي قالك لا 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 استنى أنا ما أقدرش أكمبيت أنا ما أقدرش أنافس في المستوى ده من الفلوس طب هتعمل إيه؟ لا قسموني بقى أنا هتصرف روح حد فينيسيوس هو صغير عنده 17-18 سنة روح حد رودريجو هو صغير عنده 17-18 سنة روح حد بلفيردي روح حد كابافينجا روح حد شواميني روح حد أخيرا بيلنجهام أنا هجيب لعيبها صغيرة أنا مش هجيب لعيبها كبيرة ولو جبت واضطررت أجيب لعيب كبير فوق 30 سنة مش هتفعله لاتب أسبوع أكتر من 200 ألف يورو وده رقم قليل يعني بالنسبة اللي بيحصل في إنجلترا أفكر أفكر من حتة تانية مش لازم كنا نعمل زي بعض مش لازم كنا نعمل زي بعض إحنا عندنا ذات بشري عظيم جدا ولو بنتكلم على الذات البشري العظيم فإحنا أكبر ذات بشري على مستوى اللاعبين في المنطقة العربية وعندنا مواهب عبقرية نبدأ نشتغل عليها بقى أنا عندي كنز أنا مش محتاج مش محتاج أدفع أنا ممكن أبقى مصدر ما يا فرنسا بتصدر طويل الوقت العالم كله البرازيل أهم دولة في العالم في كرة القدم هي دولة مصدرة للعبين مش مستوردة طيب ما اشتغل أنا مصدر للعبين مش محتاج أستورد مثلا يعني موضوع سهل بسيط مفوش منافسة كل واحد يعرف إمكانياته في حد يبقى عنده إمكانيات مادية كبيرة وفي حد يبقى عنده إمكانيات بشرية كبيرة إحنا بتوع الإمكانيات البشرية إحنا عندنا ناس عظيمة ولعبين رائعين وكل حاجة بس نتعامل معهم صح نستغلهم صح نشتغل لهم نشتغل معهم صح